وينضم إلينا هنا في الستوديو سيد محسن أبو رمضان الكاتب المحلل السياسي أستاذ محسن أهلا بك معنا في هذه الجلسة التحليلية دعنا نبدأ بما تناوله هذا التقرير الذي عرضناه والذي يتزامن أيضا مع جلسة تعقد الآن لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة إلى أي حد الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية في الضفة تعقد المهمة أمام الدعوات الدولية التي بدنا نسمعها مؤخرا بشكل كبير للذهاب في خيار حال الدولتين بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة يعني أولا قبل 7 أكتوبر كان المشهد ساخن في الضفة الغربية كل يوم تحدث اعتداءات من قبل مجموعات المتدينين اليهود المتطرفين إلى المسجد الأقصى لتقسيم زمانيا ومكانيا كل يوم تحدث عملية مصادرة أراضي كل يوم تحدث عملية مداهمات بحجة يعني مطاردة بعض المجموعات المقاومة في مخيمات الضفة الغربية هناك تفاهمات واضحة ما بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين لاعتداءات منهجية مستمرة ومنظمة ومترابطة ما بين الجيش وما بين عصابات المستوطنين أبرزها حرق حوارة على سبيل المثال وبالتالي ساحة الضفة الغربية كانت ساخنة قبل أحداث ما بعد 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غز الآن واضح بأن ردود الفعل الباهتة من قبل المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب المنهجية المنظمة الممارسة من قبل الاحتلال وأعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير القصري لم تلقى ردود فعل جدية من قبل المجتمع الدولي هناك بعض البيانات وبعض المواقف ربما أفضل قرار كان من قبل الجمعية العامة وهو غير ملزم بموافقة 153 دولة باتجاه وقف العدوان ووقف إطلاق النار ولكن تم تعطيل العديد من القرارات أبرزها اقتراح الأمين العام جوتيريس وفق المادة 99 من ثاق الأمم المتحدة على اعتبار أن العدوان يهدد الأمن والسلم الدولي عندما رأت إسرائيل أن هناك حماية أمريكية وهناك الفيتو أمريكي بالمرصاد لكل المقترحات من قبل المجموعة العربية من قبل المجموعة العربية والإسلامية من قبل روسيا من قبل العديد من بلدان العالم عدم الانحياز أدركت بأن المجتمع الدولي غير مؤثر في سياستها لأنها لا توجد أي أليات ضاغطة وبالتالي هي أساءت الأدب بصورة كبيرة جدا وحاولت أن تسحب نموذج غزة العدواني على الضفة الغربية ربما بوتائر و بأشكال متعددة و مختلفة لكن رغم هذا الفيتو الأمريكي الذي أشرت إليه أستاذ أبو محسن لكن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مستوطنين اتهمتهم بارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كيف ترى هذا الموقف من جانب واشنطن؟ يعني واضح أن الإدارة الأمريكية ترغب بحكومة مختلفة عن حكومة نتنياهو سموتريتش بن كفير باتجاه وجود أفق لما يسمى بحل الدولتين ولكنها لا تبارس الضغط الجدي على نتنياهو باستثناء محاولات شكلانية على سبيل المثال أن مجلس الحرب دفعته أو ضغطت عليه لأن ينخرط به ويدخل به كله من جانس وآيزنكوت وهم وفق التصور الأمريكي والغربي بصورة عامة ينتمون للتيار بين قوسين غير المتطرف في دولة الاحتلال ولكن لا توجد خطوات جدية من قبل الإدارة الأمريكية التي لا تجمع جنوح الجامح من قبل نتنياهو الذي يريد أن يرضي اليمين كل من سموتريتش حزب الصهيونية الدينية ونيكفير العظمة اليهودية باتجاه الاستبرار في العدوان حفاظا على مصالحه الشخصية وترجمة لبرنامج اليمين الفاشي الذي يريد أن ينقل الصراع إلى صراع وجودي مغلف دينيا ويهدف بالدرجة الأساسية لعملية الاستئصال من الجذور للشعب الفلسطيني استكمالا لنكبة عام 48 وبالتالي صحيح أن الإدارة الأمريكية فرضت بعض العقوبات على بعض المستوطنين ولكن هذا لا يكفي بأي حال من الأحوال المستوطنات بفعل القانون الدولي هي غير شرعية وعملية نقل السكان تعتبر جريمة حرب مستمرة ووفق تعريف القانون الدولي وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة أن توقف المساعدات المالية أو العسكرية على دولة إسرائيل وبالتالي كل بنية المجتمع الإسرائيلي ودولة الاحتلال يعتمد بدرجة كبيرة جدا على المساعدات والإسناد الأمريكي تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم أي من الأوراق الورقة المالية، الورقة الاقتصادية، الورقة العسكرية وبالتالي تستطيع أن تضغط باتجاه وقف اعتداءات المستوطنين ولكن هي تبيع الفلسطينيين والعرب أوهام حل الدولتين ولكن على الأرض تتواطأ مع دولة الاحتلال أعرف بأن لدينا خيبة أمل من جلسات مجلس الأمل بخصوص وقف أي اعتداءات بحق الفلسطينيين سواء في الضفة أو في قطاع غزة ولكن ألا تعتقد أنه على أقل تقدير من المهم أن تعقد مثل هذه الجلسات كجلسة اليوم على الأقل لكي نقول إسرائيل بأننا نرى نراقب ونتابع ما ترتكبونه من اعتداءات في الضفة يعني عندما نسلط الضوء على قرارة مجلس الأمن أو اجتماعات مجلس الأمن والجميع العامة للأمم المتحدة يجب أن لا ننظر باستخفاف لها يجب أن ننظر باهتمام لأننا نقع في جزء من الخارطة الدولية ومن المنظومة الدولية وبالتالي التأييد الدولي مهم التعاطف الدولي مهم التفاعل الدولي مهم ولكن اللوم يقع بأن لا توجد ترجمة وأليات ضاغطة بالوقت أن القانون الدولي يسمح لمجلس الأمن والجمعية العامة والمنظومة الدولية أن تستخدم بعض الأدوات مثل الفصل السابع على سبيل المثال أو مبدأ الاتحاد من أجل السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو يمارس أسائل من الضغط والعقوبات والإجراءات مثل المقاطعة وأوراق من الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري على دولة الاحتلال هذا هو اللامر الذي نلومه ولكن التفاعل من قبل مجلس الأمن مهم وجود قضية فلسطين على رأس جدول الأعمال الدولي مهم جدا الاعتراف في دولة فلسطين عندما تم كعضو مراقب الأمم المتحدة مهم جدا بموافقة 139 دولة كعضو مراقب الأمم المتحدة وفق المادة 1967 يعني هذه المسائل مهمة قرار محكمة لهاي على سبيل المثال الاستشاري بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصري واعتبار كل الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة ووحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحد عام 1967 كذلك قرار مهم يعني هذه الأمور مهمة جدا ولكن نحن نطمح بالمزيد لأننا يعني شعب مدني وشعب يطمح إلى الحرية والاستقلال والسرائيل دولة مسلحة حتى الأسنان وتستخدم الطائرات وأحدث الأسلحة الأمريكية للقصف المدني العشوائي بحق المدنيين الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ لأول يعني واحدة من التجرب القليلة يعني في التاريخ عندما تتحدث عن 5% من عدد السكان ذهبوا ما بين جريح وشهيد نحن نتحدث عن أكثر من 70 ألف وصل العدد بين مفقودين وشهداء وجرحة إلى حوالي 80 ألف نتحدث عن 60% من المباني هدمت جزئيا أو كليا تتحدث عن ضرب تجمعات سكانية مدارس إيواء مستشفيات دور عبادة بنية تحتية محطات مياه شبكات كهرباء 164 موظف أنروا تعرضوا للقتل وأصبحوا شهداء يعني عملية إبادة جماعية كاملة هذا الذي نسلط ضوء عليه ماذا ينتظر المجتمع الدولي ينتظر هجر 48 جديدة بحق الشعب الفلسطيني بالفعل هذا سؤال مهم وكانه ينتظر معجزة لكن كيف ستحصل هذه المعجزة لوقف شلال الدم كل الأعداد التي ذكرتها هي مؤلمة بحق والذي يؤلم أكثر بأنها ليست حصيلة نهائية الأعداد ترتفع باستمرار في كل لحظة وفي كل ساعة مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي يعني أنا أعتقد بأن عدة عوامل من الممكن أن تساعد على لجمة هذا العدوان ووقفه جزء منه هو صمود وتلاحم الشعب الفلسطيني والإسراء نحو الوحدة الوطنية وترتيب الجبهة الداخلية الفلسطينية والبيت الداخل الفلسطيني جزء منه تفعيل حركات التضامن الشعبية الدولة التي هي متفاعلة ومتصاعدة ولكن بوتائر أكثر جزء منه تعمين فكرة المقاطعة وصحب الاستثمارات وفرض العقوبات جزء منه الكفاح القانوني وبلورة ملفات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني في محكمة الجناية الدولية وتكتيل موقف حقوقي لكن كل هذا يعني وقف الكفاح المسلح هل أنت مع ذلك؟ لا وهو بالترابط بالترابط يعني لا يوجد شكل نضالي على حساب شكل نضالي آخر ولكن يجب أن يكون هناك عقل جمعي فلسطيني لا يعتمد على الإجدهادات لهذا الفصيل أو ذاك سواء قرارات الحرب أو قرارات السلم يجب أن تكون فيه قيادة وطنية موحدة توجه النضال الوطني الفلسطيني وتستخدم الشكل الناجع القادر على تحقيق الهدف ويقرر الفلسطينيين ربما الشكل الأنجع في القدس يكون هو الاعتصامات والعصيان المدنية في قطاع غزة ربما المقاومة المسلحة في 48 ربما موضوع التمييز العنصري والكفاح ضد نظام الأفرتهايد في الضفة الغربية ضد الاستيطان وعصابات المستوطنين والكفاح الشعبي هذه الأشكال يجب أن تقرر بإرادة جمعية وطنية فلسطينية وفي قيادة وطنية موحدة تقود دفة الكفاح الوطني الفلسطيني بما يعزز من قدرات شعبنا للاقتراب من تحقيق أهدافه وينزع الذرائع على عملية التنكيل والبطش وعملية الاقتلاع وعملية الإقصاء وعمليات التطهير الجامعي التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويستقطب حركات التضامن وحركات التعاطف والتأييد من قبل المجتمع الدولة أنا أذكرك بتجربة الانتفاضة الشعبية الأولى التي كانت يعني انتفاضة الحجارة سميت وأدخلت مصطلح الانتفاضة بالقاموس الدولي واعترف 129 دولة في 15-11 بدولة فلسطين في تلك الفترة في إعلان الاستقلال وبالتالي لم تكن مسلحة ولكن النضاء للمسلح يجب أن يترابط مع الكفاح الجماهيري مع الكفاح الدبلوماسي بهيئة نضالية موحدة لا تعتمد على اجتهاد لهذا الفصيل أو ذاك بل المصلح الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون الدافع والإجابة على سؤال هل هذا الشكل يقربنا من تحقيق الهدف أو يبعدنا عنه ولكن كل أشكال النضال حتى نؤصل المسألة ونكون واضحين هي مشروعة وحق وواجب للشعب الذي يقضع للاحتلال من أجل الحرية والكرام أن نذهب إلى المجتمع الدولي في هذه القضية هذا يعني بأن نخضع لمعايير المجتمع الدولي والمجتمع دولي مثل ما تعلم والمسؤولون الغربيون يتحدثون عن أن إسرائيل صحيح هي تستهدف مدنيين وليست هناك أبدا مقارنة مع الأعداد في الطرف الآخر ولكن أيضا يقولون بأن فصائل المقاومة تستهدف مدنيين عندما تطلق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية أو عندما يكون هناك عملية اطلاق نار أو دهس في مستوطنات في الضفة الغربية هذه تستهدف مدنيين وهناك إدانة لها أيضا يعني هو المساواة بين الضحية والجلاد مرفوض والمرجعية في هذه المسألة أولا القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تؤكد في العديد من المواد وميثاق الأمم المتحدة على أن حق الكفاح هو حق واجب حق وواجب للشعب الذي يخضع للإحتلال ليس فقط حق بكافة أشكال النضال المعيار الثاني هو تجارب حركات التحرر الوطني بالعالم التي مارست كافة أشكال النضال المشروعة الآن بما يتعلق في المدنيين والتمييز ما بين المدنيين والعسكريين هذه قضية بحاجة إلى تسليط الضوء عليها جديا من قبل العقل الفصائلي والسياسي والوطني الفلسطيني الجامعي يعني هل يستوعب المجتمع الدولي مثلا استهداف الأطفال استهداف النساء هو يستوعب أن هذه الأراضي محتلة وبالتالي المستوطنين هم هدف شرعي للكفاح بكافة أشكاله بما فيها المسلحة ويستوعب أيضا بتحييد ما يسمى بالمدنيين يعني أن تستهدف الجنود تستهدف الجيش المعسكرات هذه المسألة يستوعبها المجتمع الدولي ولكن لا يستوعب مجموعة ذاهبة إلى المدارس وتقوم أنت باستهدافها لا يستوعب أن هذا الطفل في يوم الأيام سيصبح مسلح لأنه الآن طفل عندما يصبح مسلح تستطيع أن تستهدفه عندما يصبح عضوا في الجيش وجندي تستطيع أن تستهدفه ويجب أيضا استخلاص العبر والتجارب العالمية يعني تجربة جنود أفريقيا تحررت بدون مقاومة مسلحة تجربة الهند تحررت بدون مقاومة مسلحة حركة الكفاح المدني في أمريكا مارتل لوثر كينغ عندما أنهت عملية الأبرتهايد والتمييز العنصري في الولايات المتحدة ضد الزنوج كانت بالكفاح المدني حركة الحقوق المدنية اسمها لكن هذا لا يبدو واردا في حالتنا هنا لكن هل هذا يعني أن نحرم على أنفسنا الكفاح المسلح؟ لا طبعا هذا حق مشروع ولكن يجب أن ندرس بالعقل جمعي فلسطيني في هيئة قيادية وطنية موحدة ما هو الشكل القادر على تقريبنا من هدف التحرر الوطني بشكل شفاف ونضع الأوراق على الطاولة وندرس هذه المسألة بعقل جريء نستطيع أن نجيب بها لماذا تعاطف المجتمع الدولي كله مع الانتفاضة الشعبية في السبع وثماني إلى الثلاثة وتسعين؟ نعم رغم أنها كانت ذات طابع شعبي كانت تعتمد على اللجان الشعبية على رفع العلم على الكهرباء والضغط العالي وهنا وأناك كانت تعتمد على المشاركة المجتمعية الشاملة وعلى الطابع السلمي والديمقراطي لها أستاذ أبو رمضان لو أريد أن أنهي معك قبل أن أسألك عن هذا المحور فيما يتعلق بالمبادرة المصرية التي طرحت لوقف العدوان على قطاغس من المفترض تقريبا أن يصل وفد من حركة حماس اليوم إلى القاهرة وربما لديه ملاحظات حول المبادرة التي طرحت عليه قبل نحو أسبوع من الآن أنت ما رأيك في هذا المسار؟ أنا أعتقد بأنها مبادرة متكاملة وتمرحل الخطوات باتجاه إنهاء العدوان وتربط كل مرحلة بالإفراج عن عدد من الرهائن والمعتقلين ضمن مبدأ الكل مقابل الكل وتقود بالنهاية للانسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف إطلاق النار لما قبل حدود السابع من أكتوبر وبالتالي هذا هو المطلب الفلسطيني المطلب الفلسطيني يتضمن بالدرجة الأساسية ووقف العدوان لأن في كل لحظة التاريخ يسجل هناك مزيد من الضحايا والدماء والشهداء والجرحة والبيوت التي تنسف على القاطنين وعلى رؤوس الساكنين بها أنا أعتقد أنها مبادرة مهمة ولا داعي للإجتهاد الفلسطينيين كثير بها يجب أن نوافق عليها فورا ولكن ضمن عقل جمعي فلسطيني موحد يستطيع أن من خلاله يتشكل وفد فلسطيني من السلطة الفلسطينية ومن حماس والجهاد وكافة الفصائل للإعلان عن الموافق على هذه المبادرة والولوج في أليات لترجمتها ليصبح الطرف الأسرائيلي هو الطرف المضغوط عليه دوليا بعد موافقة الكل الوطن الفلسطيني عليه شكرا جزيلا لك محسن أبو رمضان للكاتب المحلل السياسي